في كل مرة تتسقط الأمطار بمدينة بئر العاتر الواقعة جنوب ولاية تبسة يصبح ساكنة المشاة والأرياف بها في عزلات تامة بسبب انقطاع المسالك الترابية مسح كالريف هذا ونجي الأمطار ونجي الوحدة بالسكان تعلمين ونجي الوحدة حتى وحدة من يخرج مسجل في المناطق الحدودية على مسافة 9 كم السلطات الولائية كل مرة دي إن شاء الله ننزجه إن شاء الله قاد في المشكلة الغلاف المالي ليست طرق وحدها من تنغس حياة هؤلاء القارويين بل إن انعدام المرافق وغياب السلطات المحلية في دعمهم ومرافقتهم أصبح هاجزا يؤرقهم من الاستقلال ما وقفش عندنا مسؤول ومئتين منعزلين الحياة اللي هنا تنتهي حفرها بثلاثين مليون غير الحفير ستة مطرات خمسين على خمسين تز واحد للخمسة وعشرين مليون على حسب ما حسبوا لي أنت على الغابات خمسة وعشرين مليون لتر جيت للسلطات بش نكملوها بالبلسطيك بالحجرة بالسيمة ما كانش ما كانش اللي راح يعاوني ما كانش وهذا يضوار من الطريق للجبل للعقلة المالحة للجبل للجبل ربنا كما خلقتها تهام أحد الفلاحين هنا منذ سنوات وهو يشتغل في مزرعته يحاول جاهدا أن يصلح هذه الأرض والتي يدفع من ماله الخاص لأجل تعميرها رغم فقره في المقابل يناشد السلطات المعنية بالالتفات إليهم ومساعدتهم عشرين سنوات نخدم فيها أنا هذي هل التين شوكي هذا وهو الزيتون وهو نعاني في هالبلسطة هذي لما نعاوني رحت الولاية رحت المصالح للفلاحة قالوا لي برا ملوك توا نجوك قلت لهم مزيد يرى عندي الزيتون وعندي الهندي قالوا لي هنوني توا عندهم عمي رحت المصالح للشسم والسهوب أفهمتي ثاني قالوا لي روما كانش روما عندناش دراهم برامج مالية تخصصها الحكومات المتعاقبة للنهوض بالقطاع الفلاحي في إطار التخلص من التبعية النفطية لكن لا أثر لوجودها على أرض الواقع ليبقى مزارعها المنطقة هم الضحية